طيب أرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهسأله يا رسول الله أنا عايز ربنا يستجيب لي في الشدة أعمل إيه فسيدنا الحبيب يقول من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكسر من الدعاء في الرخاء تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة وخلي بالك خلي عندك عقيدة أدم ربنا سبحانه وتعالى أجر لسانك بالكلام وبالدعاء يبقى أراد أن يعطيك أراد أن يصطفيك أراد أن يشتبيك أراد أن يمتن عليك أراد أن يكرمك بكرمه وأن يصطفيك باستفائه لكن اوعى تستعجل على ربنا سبحانه وتعالى وخلي بالك ربنا ما بيملش حتى تملوا النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم وربنا ما بيزعلش إلا لما أنت ما تسألوش خلي بالك الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن تسأله يغضبه خد بالك بقى لكن أنت لما تلح على ربنا في الدعاء خليك لحوح اسأل ربنا كل شيء خليك زكي زي سيدنا موسى عليه السلام تخيل سيدنا موسى عليه السلام بيسأل ربنا إيه بيسأل ربنا الملح بتاعه وعزكم الله وحتة الجلد اللي يصلح بها حزاؤه لإنه ملوش حد غير ربنا خد بالك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فعايزك تلح على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء ومش عايزك تمل ومش عايزك تزهر